السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب رجالي نحن نكون من مقطع جديد المقطع هذا راح نتكلم فيها عن ريسة الأسبوعي الأسبوع السادس للأسف أنا آسف 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 من الآن قاعد أعتذر على القطعة حقه الثلاثة أو الأربع أيام اللي تحبت عليها يا شباب ولكن للأسف يا شباب إني انضغطت وانشغلت وما كان عندي وقت إني أصور أي شيء والله العظيم حتى البلدات اللي كنت ناوي يعني أبدأ أشتغل عليه عشان أنزلكم ياه والله أني متأخر فيها فبإذن الله بإذن الله الأسبوع هذا راح حاول أني أضغط نفسي أني أخلص لكم هذا الشكل لها عشان بإذن الله الأسبوع هذا حاول أني أزلكم قد ما أقدر بالإضافة شباب أني أعطيكم خبر من الآن أني أنا مسافر على آخر رمضان للأسف وراح أسافر شهر كامل فبس حبيت أني أعطيكم خبر من بدل يا شباب خلونا نبدأ في المقطع دول ما نبدأ فيه شباب لا تنسوا لكم تشترككم في القناة إذا ما أنتم مشتركين وزر اللاكي حلوين وخلونا نقول بسم الله طيب شباب من نسبة للرئيسة الأسبوع للأسبوع السادس آيرون بانر رجع مرة ثانية أو للمرة الثانية مع ليش آيرون بانر رجع آيرون بانر بقيلة مرة واحدة كمان رح يرجع فيها خلال الأسبوع الجاية وهم ثلاث آيرون بانر في السيزن كلها بالإضافة شباب للناس اللي ما رنكت في قامبت وجابت الريستين عشان تجيبون السلاح والأورنومنت الأسبوع هذا برضو أسبوع عمديكم تفرمون فيه على قامبت وتحاولونكم جيبون الريستين بأسرع وقت ممكن عشان تخلصون منه وترتاحون منه طيب خلونا نشوف الأشياء الجديدة أو الأشياء اللي تغيرت من نسبة للأسبوع هذا خلونا نبدأ بالنايت فول يا حلوين على طول من نسبة للنايت فول يا حلوين رح يكون Lake of Shadows بعد التغيير اللي صار فيه Lake of Shadows ومعت صار سهل زي أول صار مستفز ماهو صعب ولكن صار مستفز للناس اللي حاب أنها تلعب Lake of Shadows Lake of Shadows الأسبوع هذا وراح نشوف السلاح مع بعض لما نروح التاور بإذن الله ونشيك عن زفالة طيب هذا من نسبة للنايت فول يا حلوين من نسبة لكروسبل زي ما قلت لكم عندنا Iron Banner بالإضافة يا شباب إنه ميهم موجودة اللي لازم تطبحهم بسوابر أو أبليتيز سولر أو ستراند أتوقعوا منسيته وشي سوبر الثالث ولكن الأسبوع هذا هو أسهل لسبوع ممكن جيبوه في ذاك لشيناج حق لسبوع اللي فات في ميهم يا حلوين طيب معلش شباب بس معلش على القطع هذي قبل شوية القطعتها من نسبة لي الروتيشن يا حلوين عندنا كينغس فول للناس اللي تبقى تقفل أسلحة كينغس فول عندكم من نسبة لمنطقة هذه موجودة هنا على اليمين يا حلوين ومن نسبة لمنطقة زي ما انتم معرفين تتغير كل أسبوع أو معلش تتغير كل يوم وراح تقعد تاخذ لفة كاملة زي ما انتم شايفين كدامكم في الشاشة وهي موجودة الآن هنا بعدها رح تطلع فوق بعدها رح تروح منطقة البيكس بعدها رح تطلع هنا وهنا وهنا على نفس الموال من نسبة للناس اللي رح تساعل لو سكتر حقه اليوم يطيح يد موجود في نيا مونا طيب هذا من نسبة الأشياء اللي تتغير كل أسبوع من نسبة لأسبوع الويكلي ميشن حق نيا مونا رح يكون أول ميشن في القصة كاملة فسهل بسيط جدا ولكن المية ألف شويتين مستفز أنكم جيبونها على الليجند فحاولكم تشدون حيالكم من هذه الناحية من نسبة الأشياء أي شيء ثاني يا شباب من نسبة للريد حق روتوف نايتميرز الجديد التعليش في الانكاونتر الثاني اللي اسمه كروس فاير تعليش التعليش في الانكاونتر الثاني يحطوا المعلومات في بالكم طيب هذا من نسبة للأشياء كلها لتتغير كل أسبوع يا شباب خلنا نروح نشوف للشعينجات الأسبوعية مع بعض يا حلوين طيب شباب من نسبة للأسبوع السادس ما عندنا غير ستة تعليشات ما أدري ليش كذا فردتنا على طول بدأوا يخصفون في الشعينجات على طول ولكن على العموم ما لكم في الطويلة طيب نشوف الشعينجات مع بعض من نسبة للشعينج الأول يبقوا تذبحون أعداء في Defined Battleground اللي هو حق السيزن بأسلحة الهيفي ولكن إذا كان سلاحكم الهيفي يطلق برضو طلقات سولر راح يجيكم بونس أو بونس يعني يعطيكم نقاط زيادة فتخلصون أسرع سلاح هيفي ولكن إذا كان السلاح سولر راح تجيكم نقاط أكثر طيب هذا من نسبة للشعينج الأول من نسبة للشعينج الثاني يا شباب لازم نلعب Defined Battleground ثلاث مرات نفتح الصندوق بالمفتاح لو ما عندكم مفاتيح لازم تروحون أو شيء جمعون مفاتيح ثم تروحون تلعبونها لازم تفتحون الصندوق اللي في الأخير بالمفتاح ثلاث مرات يا حلوين من نسبة للشعينج اللي بعد يا شباب لازم نذبح Vex في لازم نذبح Vex بالأسلحة حقه السيزن ما ليش لو فيه كده كالجات قاعد تطلع ما ندري من وين ولكن أعلمهم لازم نذبح Vex بأسلحة السيزن أسلحة سيزن اللي هي أسلحة الطاولة أو الورتيبل أو أسلحة الملكة أي أن كانت تبعون تسمونها ولكن الأسلحة موجودة هناك خذوا أي واحدة منهم وبدوا يذبحوا Vex بهذه الأسلحة وراح تخلصونا مرة بسرعة ولكن برضو بالإضافة يا شباب برضو فيه شغلة راح تخليكم تزيدون النسبة أسرع من أنكم تذبحون بس Vex عاديين روحوا إلعبوا أي سيزن الأكتيفتي أو معلش مو سيزن الأكتيفتي أي أو فعالين أي سيزن يعني مثلا عندكم زي المشكلة ما أعرف إيش في شي في Vex يعني أبسط مثال ممكن أقول لكم يا روحوا إلعبوا في نيامون ولكن ما أدري بأسلحة السيزن وراح تخلصون أسلحة السيزن الأكتيفتي ما أعرف وين في سيزن الأكتيفتي في Vex ولكن نروح للشلنج اللي بعدها يبغانا نجيب الأورنمنت حق الجليف الجديد اللي قاعد يعطونا إياه زفاغلة وشاكس ودريفتر يبغانا نجيب الأورنمنت حق الكروسبل يعني لازم نجيب الأورنمنت من عند شاكس بالنسبة للشلنج اللي بعدها يا حلوين يبغانا نلعب Vanguard بلاي لست أو سترايكات أندي مديكم تروحون تختارون السترايك اللي تبغونا ولكن لازم تذبحون بي سيوف أو بو أو القليف وبكذا راح تخلصون الشلنج هذا ونيجي لآخر شلنج يا شباب معنا في الأسبوع هذا اللي هو نستن خمسين أنا من نسبة لي راح أروح أدور على أي لو سكتر في أوفرلود وراح أقدر ستن الأوفرلود خمسين مرة وراح أخلص مرة بصراع هذا من نسبة للشلنجات الأسبوعية يا حلوين خلو نروح نشوف في الأيفيفير ستور مع بعض ونخلص من نسبة للأسبوع هذا على السريع يا حلوين من نسبة لأشياء البرائد دست في الصفحة الرئيسية يا شباب عندنا شي دارين عندنا أشياء ونتم نزيم الطيارة عندكم غوست اكزوتك وعندكم ايموت أزرق هذا من نسبة للصفحة الرئيسية نروح لصفحة البرايت دست يا حلوين عندنا ايموت اكزوتك باربعالاف ومئتين وخمسين عندكم الأورنمت حقت الرجل بألف ومئتين عندكم غوست بألفين وثمانمية وخمسين الأورنمت حق ترستي للناس اللي كانت قاعدت تسعل عن أورنمت ترستي هذا هو يا شباب موجود الأورنمت حق ترستي اللي يبغى ياخذي يا حلوين بسبعمية برايت دست بالإضافة أنه عندكم طيارة بألفين وعندكم الأورنمت حق نسيت اسم سلاحي ولكن على العموم عندكم اللي هو حق السايدار بألف ومئتين وخمسين وعندكم الشيطة نحط باقل قوز وثلاثة أشياء ونتم نزلين من الطيارة يا حلوين وأربع شهيدارات يا حلوين عطوني ثواني ويرجع لكم طيب شباب برضو لا تنسون لكم تروحون عند أي دوان وتشيكون لو في أي شهيدارات مهي موجودة عندكم أنا شهيدارات ما هو عندي فراح أخذه لا تنسون تروحون تشيكون لو في أي شهيدار من الشهيدارات هذه عجبتكم وتبغونها لا تنسون تروحون تشيكون بالإطاف روح شيكوا على المرات وبعض الحين ترى تكون تنزل القطع كويسة ولكن زي ما تشيفين الأسبوع هذا ما فيه ولا قطع كويسة طيب هذا من نسبة لأي دوان عطوني ثواني ورجع لكم طيب شباب من نسبة الأسبوع الأسبوع هذا السلاح اللي راح ينزل من النايت فولز هو السوارم ولكن ما حينزلكم الأدبت راح ينزلكم العادي ولكن إذا جدت الغران ماسترز السوارم برضو موجود للسعبية عادي يعني عامة ولكن هذه أسلحة النايت فولز كلها زي ما شفينها قدامكم عندكم القرنيد لان شر عندكم الشدقن اللي هون ماين بندر عندكم الويندوغو وعندكم برضو الهانجوري والسوارم وعندكم من السلاح اللي هو الجديد البزرد هذه أسلحة كلها وأسلحة كلها ولكن من نسبة السلاح اللي راح يطح لكم بالسبوع هذا هو السوارم وهذا هو قدامكم زي ما شفينه قدامكم طيب من نسبة للناس اللي راح تسأل كيف نفرر مع الأسلحة الأدبت هذي راح بدأتكلم عنها بإذن الله مع الأسبوع الجاي أول ما تنزل ونبدأ نجمع اللي هي بإذن الله طيب طيب شباب هنا تقريبا وصلنا لنهاية المقطع ما في أي شيء ثاني حاب أن يتكلم عننا ما في أي شيء ثاني فعليا خلصنا ريس في الأسبوع حق الأسبوع هذا بإذن الله راح حاولني أضغط نفسي وحاول أخلص كل شيء بأسرع وقت ممكن عشان نزل لكم كل شيء وراء بعض بإذن الله ولكن شباب زي ما قلت لكم أعتدر من بدري لو أنه صارت فجأة أي سحبة لأنه والله العظيم أني مضغوط وبحاولني أضغط على نفسي يا شباب أني أنزل لكم أول بأول ولكن يعني عذروني بس لو سحبت فترة بسيطة ولا شيء وزي ما قلت لكم أنا آخر رمضان بإذن الله أني أنا مسافر ومسافر شهر كامل فأعذروني من بدري لو أنه فجأتنا صارت في سحبة على الشهر المشار هذا الشهر الجاي بإذن الله ولكن بس حطوا المعلومات في بقىكم شباب رح حاولي أنا أصور قد ما أقدر من الآن عشان أكون مجهز لكم مقاطع لمن أسافر بإذن الله نزلكم إياها عشان برضو أكون ما قطعت عليكم قطعة مرة مرة تعتبر قوية ولكن شباب هنا نوصل لنهاية المقطع آخر شيء حب أن أقول لكم شباب وإنسانكم تشتركوا بالقناة إذا ما أنتم مشتركين وزر اللايك يا حلوين ونشوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية السلام عليكم